في النتائج ديجا الناس كلها تتسائل من 8.8 كيفاش طلعت 11.22 احنا اليوم كهيئة مستقلة كما قلت لك الاكبر شادة هي النتائج اللي صرحنا به كيفاش طلعت الواحدة ذهول اللي فسرها الناطق الرسمي خرج في اكثر من مناسبة عالمية وفسرها نسيش هاي فرصة نزيد وفسرها وانزيدا انا فسرتها زادا قبل وانزيدا فسرها اليوم راهوا الوقت اللي اقفلت سندوق الاقتراع اخر صندوق اقتراع اقفل لا الوقت اللي صرحنا بالنتائج الاولية ما كانش ما زالت الناس قاعدة تصوت في جرجيس وفي جربة و 7.5 صندوق الاقتراع تقفل ابوابها ما كاتب الاقتراع يقفل ابوابهم 8 فما العديد من الدوائر في جرجيس وفي جربة ما زالوا الناس يصوتوا 2 فما العدد كبير برش 8.8 راهوا 8.8 11.2 ما نتقدش 1.4 قدش 1.4 كيكتحسبوا بعداد النخبير كأنه اللي مشوا في الساعتين هذيكم اكثر برشا وملي صوت على طول النهار ما همشي برشا ما همشي برشا 200 الف يظهر لي 200 الف 200 الف كيما قلت لك فما دواير فما مكاتب مزالت ما اعطتناش العدد المقترعين حتى وقت اللي احنا صرحنا بالواحد فما مكاتب فما ناس مزالت تتصوت وقت اللي احنا صرحنا وفما مكاتب مازالوا يعدوا في يحسبوا في الصناديق اللي هما اللي هما في مازالوا بيصدد همتبوا كنت تحسبوا بالابليكاشون لا لا فما مكاتب لا لا فما مكاتب قاعدة تبعث لا لا فما مكاتب قاعدة تبعث وقت اللي يحلوا صناديق الاختراع وقاعدين يحسبوا في العدد الأوراق التصويت مازالت فما مكاتب قاعدة تحسب في الأوراق التصويت هذه فاحنا ذاك عليش احنا قلنا هذي نتائج اولية دونك هذومك المتين الف هذومك راو للامانة هما كانوا من المكاتب اللي مازالت ما بعثتش والمكاتب اللي مازالوا ما سكروش ابواب الاقتراع دونك الناس اللي شكوا في النسبة واضحة تقولهم راو ما فيمش تشبير ما فيمش تلعب رانا ما هزينيش وطلعنا في النسبة بكل امانة بكل امانة ومانيش انا باش نجاي معناتا نبرر ولكن هذا هو الهذا اللي هذا اللي صار شكرا